تتفدى كمان المشاهد اللي احنا زعناها لكم بارح يا جماعة احنا قلنا من حق علاء مبارك انه يعيش حياته عادية لما زعناها لكم المشاهد مبارح اللي هو الناس كمان بتتدوله دلوقتي هنا مشاهد عادي يعني بس هو احنا قلناه احنا عرضناه على اعتبار انه بس اللي يستوقفك فيه لانه بعد كده علاء مبارك قعد على القهوة في مباب اللي يستوقفك فيه بس هو هو فكرة انه البعض ممكن هنا يتساءل يقول ايه اللي يسبب ده انه هو دلوقتي علاء مبارك يمكن ان يسير بين الناس ويقعد على قهوة وياكل عند البرنس ان شاء الله من لاقيش عنده حاجة زي اللي لقناها عنده وبعد كده وبعض الناء يعني بعض الشباب والذين تحمسوا للثورة وصناعها لا يستطيع انه يسير في الشارع يبقى عنده مأزق ويبقى عنده مشكلة حد يهجمه حد يشتمه حد يعتدي عليه ايه اللي وصل لده اللي وصل لده انا قلتلكو وانا من انصار الثورة 25 يناير واعتبر انها ثورة شعبية عظيمة لكن انصارها زي حالاتي لازم يتأملوا في هذا المشهد المشهد ده ايه اللي خلى الناس يبقى فيه حاجز بينها وبين الثورة ايه اللي خلى الناس تقول انه الثورة ما جابتليش اللي انا عايزه ده مش معنى كده ان نلعب في الثورة لعب في حاجات تانية كتير لكن من بينها اخطاء اه صناع وشباب او من تصدروا المشهد باسم الثورة لانهم ليسوا صناعها صناع الثورة هو الشعب والطبقات الكادحة اللي هي اه لا تصدرت المشهد ولا كان لها علاقة بال اه بإضحك عشان الصورة تطلع حلوة اللي هو التعبير اللي انا دايما بقوله هو جزء اساسي من اللي وصلنا لده هو صبيانة الثورة بعض الصبيانة الذين تصدروا المشهد فأساءوا إليها واختطاف الشارع واختطاف الدولة واعتقاد البعض دائما ان الثورة هي انك اه تبقى في الشارع دايما اه لا الصورة تنجح كل ما يكون في امكانك انك تحولها الى دولة بسرعة اه انما تخليها في الشارع على طول هو ده اللي وصلنا لهذا المشهد انه يستطيع دلوقتي علاق مبارك انه يأكل ملوخية ويستمتع بحياته ويقعد على القهوة وبعض الذين اه نصروا في الصورة وتصدروا المشهد على انهم منصنع ما يدرش يمشي في الشارع كده اه تناقض علينا ان نتأمل فيه ونقول ايه اللي وصلنا لكده لكن من حق علاق مبارك نعيش حياته الطبيعية ده ليس مشهدا سياسيا ولا البعض يفسروا بهذا المشه مصطفى عبده مصطفى ابن الصائق الخاص العلاء مبارك لانه اتضح لنا بعد كده ان علاء كان في بيواسي اسرة الصائق الخاص بتاعه اللي توفى يا مصطفى اهلا بيك السلام عليكم اهلا السلام عليكم السلام وطلعه وبركاته انت والدك فعلا كان الصائق الخاص لعلاء مبارك اه فعلا كان صوار الخاص لسول العلاء مبارك وتوفى امتى توفى سنة 2014 18-6 2014 وفعلا العلاء مبارك كان عندكم بارح بيوسيقوا اه تمام جيت طبعا زرنا زرنا هو كان عايز زرنا من بدر بسرحة حتى كان بيتطمل علينا ايام مشاكل كانت موجود السنين اللي فات اه لمسة انسانية اه طبعا هو اول ما ما جات بفرصة هو جي زرنا جلنا بسراحة ما تأخرش يعني وكان معاي كان معاي حد من ابنه اه كان معاي نجلو عمر اه 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 يعني بالدنيا عندنا لو هو بسراحة لو هو فكرنا وجلنا مبابا مخصوص يعني فليه بنزلنا سواء الحاجة يعني كبيرة جدا يعني اه يعني انتو اه اصارت فيك اللامسة دي يعني ان انت اه طبعا اه طبعا احنا اصلا ما كناش مصدقين اللي بتخليته علينا اصلا دي حاجة عندنا بالدنيا كلها يعني ما حدش اه معلش اه انا بواس كنت عايز اقول حاجة برضو صغيرة فضل وبالنسبة للستاذ الا اول ليه معانا مواقف كتير من بدري يعني والدي الله ارحمه تعبان من فترة بالكد كان خلاص حالته مايوز منها يعني فهو اللي كان ليه الفاضل يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى اللي هو يعالغو والدك اللي لابس بني في الصورة عندينا دي اه لأ اللي جنب اللي اللابس بني اه اللي لابس زيتي اللي هو اخر واحد اه اللي هو شعر مش اللي اللي هو في ايده في ايده ده اه اللي هو با اه. اه. لابس ديته على طول. اه اه. اه بتقول دايما كان بيعمل اه لمسات انسانية مع اه. اه طبعا فهو بالنسبة لنا سازالها يعني بصراح حاجة كبيرة او بالنسبة لنا احنا هنا. طيب ما اه ما خليني كنا انا ما اتصور المشهد طبعا تحيي شعبي. ما اه 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 الناس قبلت عليه ازاي اه. لا اه بصراح لما جي ما كانش حد يارف لهو سازالها جي يعني. فما فيش حد يعني اكتشف او يعني موضوع ده غير بعد بعد ما مشي. بعد ما مشي. بعد ما مشي. اه انا احنا طبعا ما كنمش في اي حاجة يعني كده قد زيارة عادية يعني. طيب اه والدك كان سواق هو كان سواق والدك كان سايق في الرئاسة مش كده? كان سواق في الرئاسة اه. بس هو كان السايق الخاص لعلاء مبارك. كان سواق الخاص للسوز علاء مبارك اه. طيب. اه حصل حصل اي حوار جانيبي كده يا مصطفى عايز تقول عليه? لا هو بصراحة في زعلاء جي قعد معنا هو ونجلو عمر وكان جاي يهم وكلو اللي هو اطمن علينا. ويعزينا بنفسه. فدي بالنسبة لنا طبعا زيارة الحاجة بالدنيا كلها يعني احنا ما كنلاش متخيلين يعني بصراحة. بل هو ييجي من جيته ييجي في مبابة ولا حراسات بقى ولا اي حاجة. جاي هو ونجلو بس عمر بس. فدي بالنسبة لنا سازوائي الحاجة كبيرة اهو يعني فمهما انا اتكلم من هنا للصبح. مش هقدر اقول له حركز اه زعلاء بالنسبة لنا ايه يعني. ان هو خيرو علينا احنا عشيم الخيرو. طيب. فيش واحد هتف كده وهو ماشي ولا حاجة يعني. الناس. لا 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 ما فيش اي حاجة لأ. مصطفى قال في شوق. لا لا اه طبعا بعض الناس ما هيقول لك يعني زملائنا بتاعي يقول لك الابراش خان الثورة ويجمل صورة علاء مبارك يعني. القضية لا لا كده ولا كده يعني. لكن اعودوا تعملوا يا جماعة في المشهد. اه بالتأكيد في اخطاء اه ارتكبت جسيمة تسببت في كده. اه طب والدة مصطفى كمان عايزة تعلق اه يا ام مصطفى اهلا بيك. يا ام مصطفى. ام مصطفى سمعاني. سلام عليكم. عليكم السلامة الله وبركاته. زي كام مصطفى. الحمد لله زي حضرتك. الحمد لله تمام الحمد لله. انا متابعة البرنامج بتاعك كل يوم والله العزيز. الله يخليك يا مصطفى الله يخليك انك بتتبعينا والله. الله يخليك. يا ربي يخليك. اه اه باعتبرت زيارة علاء آآ مبارك لسائقه الخاص يعني ده آآ آآ لمسة انسانية. بصراحة يعني كانت دخلته علينا جميلة جدا جدا. واحنا متعودين يعني يعني ان هو يعني حاجة كبيرة جدا كان بالنسبة لعبده. وعبده كان حبه ليه في مكانه فعلا يعني. قعد معه كم سنة بقى? آآ تمانية وعشرين سنة. تمانية وعشرين سنة بيسؤله. آآ كان الاول آآ مع الرئيس الاول آآ رئيس حسن مبارك وبعد كده مع الاستاذ علاء. طيب وتوفي زي ما قال مصطفى في الفين واربعتاشر من آآ من 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 سنتين وشوية يعني. آآ آآ توفى هو كان في المطار كان طالع مع الرئيس سفيسي برضو. كان هيركب الطيارة خلاص ولقوه توفى. آآ يعني هو آآ كمل آآ سائق في الرئاسة بعد بعد الرئيس الاصبك مبارك يعني. آآ يعني آآ آآ وكان آآ برضو كده يعتبر مع الثلاث رئيسة كده. طيب. انا ممكن اطلب من حديثك طلب. آآ اتفضل يا ام مصطفى اتفضل. انا نفسي مصطفى يعني يشغل مكان ابوه في الرئيسة يا ريب. هو المفروض يعني وهو قدم كتير اوراقه كده. احنا بنوصل صوتك للناس و واثق انهم يعني آآ يعني حياخدوا بالعامل الاجتماعي ده لانه آآ يعني اشتغل كم سنة ابو مصطفى في 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 الرئاسة كده. تمانية وعشرين سنة. تمانية وعشرين سنة. انا 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 حوصل صوتك وآآ وان شاء الله يا ام مصطفى حنتابع معاكي. اذا ردوا علينا حنقولك ان شاء الله. انا بشكرك الف شكر. آآ آآ طبعا يا جماعة عشان ما نبقى آآ آآ زي ما قلتلكم آآ هو المشايد انه ان يعيش على مبارك حياته العادية ده طبيعي يعني. صحيح هو يعني آآ كان ربما المشهد ده مش ممكن انك تشوفه بعض الثورة آآ على طول يعني بعدة سنوات. لكن ايه اللي خلانا بقى لهذا المشهد ده اللي انا بقوله انه علينا ان نتأمل في المشهد. مش بس هو انه في حمالات لتشويه الثورة نعم في حمالات لتشويها لكن كمان ساهم فيها للأسف الشديد آآ آآ بعض آآ من تصدروا المشهد على انهم آآ صناع الثورة للأسف الشديد. ساهموا في انهم يفصلوا الثورة عن الشارع بالاضافة الى انه آآ اللي ساهم فيها كمان اللي اعتقد انه الثورة دايما لازم تبقى في الشارع. وانا بقول تاني وتالت تنجح الثورة كلما امكانك انك تحولها الى دولة بسرعة. آآ فده العمل الفجوة اللي احنا شايفينها فتلاقي يمكن انه يسير آآ جمال آآ مبارك في حي شعبي وفي مبابا ويقعد بهذا الشكل. لكن بعض من تصدروا المشهد آآ من المحسوبين آآ على فورة خمسة عشرين هنائر علاء مبارك قصدي آآ لا آآ يستطيعون ان يفعلوا ذلك يعني ويمكن كمان انه بعض الناس آآ تهاجمهم آآ تعتدي عليهم تشتمهم آآ تهتف ضدهم آآ ملاحظة. مجرد ملاحظة بس. آآ